أعلنت وزارة الصحة أن عملية التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 ستنطلق ابتداء من يوم غد الاثنين وستهم في مرحلتها الأولى الأشخاص الذين أكملوا تطعيمهم ضد كوفيد-19 منذ مدة لا تقل عن ستة أشهر وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي تبعاً لتوصيات اللجنة العلمية الوطنية للتلقيح والتوصيات العلمية الدولية مبرزة أن الأشخاص المعنيين سيتلقون رسالة نصية قصيرة في هواتفهم من الرقم 17-17 لتذكيرهم بأهليتهم لهذه الجرعة الثالثة والتي ستتم في الفضاءات الكبرى للتلقيح دون شرط عنوان السكن وأضافت الوزارة أنه نظراً لأهمية تقوية المناعة لدى جميع المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب ومن أجل حماية أنفسهم وذويهم من عدوى كوفيد-19 فإنهم مدعوون للانخراط في هذه العملية وشددت وزارة الصحة على أنه يجب على الجميع الالتزام بتوجيهات السلطات الصحية العمومية والاستمرار في التقييد التام بالتدابير الوقائية قبل وخلال وبعد عملية التلقيح للمساهمة في المجهود الوطني للحد من انتشار هذا الفيروس بالمملكة وتحقيق المناعة الجماعية ترجمة نانسي قنقر